مرحبا الخير عليكم نتمنى تكونوا كامل بخير ان شاء الله متتبعين قناة هانا كمين ديكوغاسيون اللي مازال مشتركتش تشترك عندي في القناة ومتنساوش تفعلو زر الجرس باش يوصلكم كل جديد اليوم حبيت نشارك معكم هادا روتين يوم الجمعة كالعادة ديما مع السياق مع الشغل مع الطياب باش نجوزو شوية هاد الوقت بسكو راهي قراف ديقة الخاطر والديقوت عشا هادا وفاش عندنا نجوزو الوقت دينا مع هاد السخانة اللي راهي عشا كفو امبردو الدار هادا ما كان في الصيف ومع الصيف على بنابلي كتر فيه بزف بزف شغل دونك حبيت نديلكم هاد الفيديو تحفيزي لأي وحدة راهي ملا في الدار كرهات من شغل كرهات من تسياق نديلكم شوية هادايا التحفيز نانك فوالا ماما حبيت اولا بدأت بهاد اللي كانوا عندنا زوج محابس تعلن حاس هادو ما اللي تدي فيهم الحروسة تدي فيها مقاروط العروسة غد من داك في الصباح نانك حبيت تخسلهم حكتهم بالملح والقارس الاستيوس هادية من بكري كينا ديري الملح وتحكيه بيان بالقارس ومتخليه هني نشفع ليه هني مقابل الشمس نيوالو تشلهه بيان بالما ابخيتو حي تديريه في الشمس الله الله ما اللي ينشف كاين بزاف اللي تقول لك اندلو الملح والقارس ونخليه في الشمس باش نشله نون وديري اون بوات سبيسيال تاع الملح اللي تستعمليها يعني غير لغسيلتها هادا الحاجات سواء باش تسيقيه ولا باش تغسليه لان حاسيتو ما تستعمليش ديريكتو مولا بوات تعمل حليها كاي الطيبية بيها ولا افوالا هنا يا غسلتهم شلتهم ودرتهم في الشمسة ينشفوا هادي الحاجة الولانية اللي بدات بيها مام اللي عندها سنية هادوك الكبار اه تال حلوة ولا سنية هادوك تعبك هرية هكذا يتحكوا يولي جديد شوفوا الله الله في الشمسة كيفاش راهو يبان اه مام احنا هنا في العاصمة في الزيل ما زالت العروسات تدي في هالمقروض افوالا هادوك هادو بخدوه تاع امير ملتي سوخفاس كوتوريته لكم ديجا من قبل وزيتوريته لكم في هادو الفيديو باش اللي ما شافش الفيديو السابقة هاي اللي هاي بل بزاف تمسحي به هالي طابل تمسحي به الزجاج تمسحي به كلش ينقي لك اي حاجة شوفوا هنايا كيفاش راهي تبرق العطاب الهادية كيمسحناها اه كيمسحنا به افوالا تمسحي به مام حاجة اللي تكون فيها الخام ولا فايانس ولا لسانسير حاجة طوب يدير 14 ميل ولا 16 ميل حاجة هاك دايا بانك جوزت على الغبرايته ابخي الصالون هنا كنت سيقة ديجا الفوقة سيقة خفيفة بس كدرنا بخاتيكمو تبقى دايما القيام عنا جبزاف دلالي اللي دوروا اللي خربوا بس كدرالي هم اللي خربوا كيم على بانا وهنايا راني سيقت من جهة الصالون بين سيوم تعاونا انا وماما وكانت عدنا تاني اخته تاني عاملتنا تعاونا باش نكملو وخفو فيه وهنا في الكوزينة حبيت نسيقها بيان بيان بالبالي هيتو مرة على مرة مرة جوزين الشاف مرة لازم نسيقها بيان بالبالي ولومو كل خطره وكيفاش افوالا اهنايا راني نسيق فيها باش نبرد الحالة كي ما تقول ماما العزيزة افوالا اهنايا اني نجبدلها في الماء فرغوا بليوتو اهناك نكتر لها شوية روابرك ابخيت غالبنين واللي نخرج شوية غالخفوفي خفوفي وهنايا هاد الجال والا حبيت نوريها لكم اه باسكواليت خيط خيب خاتيك للدلاري مي وشنو مشير الصغار كي يفوت ملعامل الفوق ملعامل الفوق تنفحلو يلعب في هاد الدري مي ملعامل التحت الله ما تنفحلو عليها انا شريتها بوغا ما بتيت كوزين ووليد اختي تاني صغير مي اه افوالا عاما كانت جقعنا فحت لهم عليها مي حبو يلعبو فيها موالو مي دوكا ييموتو يلعبو فيها يحبو يحبو يلعبو فيها يقولو متاع عندي اشخو يلعبها كي يتلاقا وعندنا في الدار وخلصتها ستمائة الف وجبها لي حتى الدار بيان سيغ معا حق لا ليفريزا اهنا يا ما تنسوش بيان سيغ موربي بنتاني تجبدو دايما تجبدو مورباب كان اللي يسيغو 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 مورباب يخلوها هاكدك سيغتو البنات اللي هم يتعلمو دوك يعلمو فيهم يما هم تسيغ الله الله دونك علميها بلي مورباب توجو تجبد هادك الغبرة لي تنطمو البابيتو اهنا سيغنا بيان دخلها غسلنا الباب بسكو الغبار معي جوزو لي فواتور لي كاميون يتو تولي مورباب كامل الحالة ديجا دوك اليوم تسيغيها وتغسليها ابخي واحد اللي تخواجو كالجو تلقى يبدو فيها الغبار هادك معا الغشيرة هم يبنو يتو دونك يجي يجي هادك الغبار لازم منها مرة على مرة اه نغسلوها بيان هكده بالبالي انا جو بخي فيغ البالي هكده يا خير ملا بوصل هذه الصغيرة بسكو البالي يكون تخي سوبل دونك تسيغي به اه تغسلي به يعني غابدما وفاسيلا تاني هنا شلنا هادك الباب تاع الدخلة وكملنا سيغت حتى البرة كامل الواحد يسيغ عند بابو لو كان في كل حومة كل واحد يسيغ عند بابو تبقى الحومة القيامي سنو هادك الخدم تاع البلدية يجي ينقي لهم بسكو سيفغي تاع البلدية يجوزو وينقو مع الصباح يكنسو ويتو ما الواحد هو يلها عند باب تاع دارو يسيغ هنا هاد البلونت تعمامات دايما تمسحها ما من مشين هارت تسيغ تجيبها تمسحها ما تحبش تشوف هادوك الورقة على البلونت مدودين ولموسخة ما يتدودو موارو دايما يكونو مقين افرا هنا كملنا داخل وخرجنا لبرة نجوزو تسيغ خفيفة الله الله يبان كما يقولوا يامحنا نقالو كان يبقى اشتركوا في القناة امتبا اعمتبا بعد ما كملنا تسيغ خملنا لحالة عودنا رجعنا شاك حاجة لبلاستها اه كايين كل وحده كيفاش تحب ديكوري درها كيفاش تحب ديكوري صالان تحاوش تحب تحط فيه و بان شغل وحده لازم كيمة تعرف تسيغ كيمة تعرف تسيغ كيمة تعرف تخمل بس كايين اللي صح سيفغي يتسيغ وتمسحها لكل غبارية وميتتخمال خاطيها لازم يتعلم تاني كيفاش يخمل تكون كل حاجة في براستها كل حاجة مرتبة الله الله باش تبين دار نغيقية انا واحدة كينشوف دار ممسي تكون مقية مالو كانت تكون مخربة نشوفها اهي كاتاستروفي لازم تسيق وتخمل او ممتا والواحد ما يخلي الشغل يتراكم عليه باش هكدايا ما تعييش وحنا اليوم ما ده نشهد يعني كما تعرمضان وكما قلت لكم احنا دارنا ما فيهاش بزاف الداخل والخارج وما فيهاش بزاف الغاشي دايما تكون قيقية ما نخلو الشغل كامل يتراكم علينا الحاجة اللي تكون نخدموها دك النهار لما علي تغسلو في وقتها محمد الله معنش دك طبيعة نخلو لما عندنا نغد من دك ولا لما انتعرف طريبها والحشية الواحدة كل ما خدمت شغلها في وقته كل ما تكون دنيتها مرتبة يجيها واحدة على غفلة ما تتدايقش به كما نقولو يكون شغلها مخدوم ما تتدايق ما والو وبيانسيغ مع الخر ايقوكس به رشة تقعد الريحة طب طب جو طب هذا ما بعد ما نشفوه عاودنا ندخلناهم ورديناهم البلاستهم يكونوا نشفو بيان خليهم نشفو بلحم ندخليهم مشو من الدين ولا باش تضمن ما يدلو لكم ريحة نيوالو فوالا وجيستغعجبكم الروتين تايتها اليوم وخليكم معايا باش نزيد نوري لكم واشدرنا اليوم اللحشة وحنا ايه اللحشة دونك حبينا نديرو كسره بالحشو تاعت تكتوكا ولا اللي كما يقولها كسره محشية ولا كسره تكون مع مراب انسوس تكتوكا ولا كل واحد كيفاش يحبي ديرها ليس نصير انا اليوم حبيت نمتلكم الوصفة اللي نديروها حنايا تسحقوا بصل تسحقوا التوم تسحقوا طماطم مصبارة وتسحقوا طماطيش حب تاني وكاين اللي حبو يزيدو لها حبيباء تاع الحار وبيانسو تسحقوا الفلفل الكحل وفلفل عكري والملح والزيت تاني ايه هنايا نبدأ ونمجدو مع بعض هادلا فاخس بتاع الكسرة تقطعوا البصل تحكم تقطعوا قطعة صغيرة ما تقطعوهش صغير 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 كامل حتى ما يبان شو بتقطعوهش تاني كبير تعالي يبقى هاكدك يبان بزعب شلخ شلخ كيما نقولو ايه والا هنا نديرو تأشوية تزيت وتخليوا البصل تحكم هادا كي تقلة بس هادا تكتوكا تاعنا ما نحن نزيدو لها نيما نيغيان تخلوها غير في المتاحات دبال في الما هادا تعلبصي لها نار قليلة حتى تطيب بمليح هنا نضيف لها هادا كمية 1-4 حبيبات 5 حبيبات تاع التوم تعطي بنا مليحة واجي تاني ابنينا هنا نضفت لها التوم وخليها تتقلة غير بالحقل هادا هادا تاع الصيف تاع أكلة خفيفة أكلة سريعة هنا نضيف الطماطم هنا قطعتها طرف صغار مربعة صغيرة ونضيف الطماطم المصبرة نخلط مليح نضيف الملح شوية فلفل كحل وشوية فلفل العكري والفلفل الحظامل نسوهاش طبعا تقطعها هادية تقطعها لازم تكون صغيرة ورقيقة ما تقطعها بساف كبيرة وليما يحبش الحار تقدر تستغنى عليه وليما عندها شعبتها الحار تقدر تستعمل شوية تعفل في الدريس ونخلي ولافخص ديالنا او تكتوكا تعنا هنا يتكمل طيب في غرضها نقص عليها النار وخلو واحدة الدبال كامل يولي تولي كوم كوم ينصص بصحة خاترة ما تخلوهاش طرف طرف عقدك وما تخلوهاش تاني تولي لكم جارية بزاف وكاين اللي حبو مام يميكسيوها انا شفتش عامل واحدة كاين اللي تحب تميكسيها باش ابخدرها كوم ينصص كي تكون طابة الكسرة التاحة وتاكلها ما تلقوش الداخل كامل هذي كشفتوك شعور ينصص بارك اللي راهي في وسط الكسرة ديالكم وكي ما نقولكم دايمن حبو باتي كي تكونوا طيبو اي حاجة قطو ولا ماكلة ملحة ولا حلوة دايمن طيبو وغسلو الماعن تحكم باش كي تكملو تلقاو الدنيا عندكم انظيفة ما تلقوش جبلتها الماعن اللي ابخي تعجزولو هنا لفاقص راهي ما زلت مكملة طيب ونحن وجدو الكسرة ديالنا هنا الكسرة عينك ميزانك على حسب عدد افراد العائلة ديالك الدقيق اللي نستعمل واسي دقيق موانية مع كمية الفارنة دوك نعود ولي نقول لكم الكمية اللي استعملتها أنا تسحقوا ثاني ملعاقات خميرة الخبز تسحقوا ملعاقات السكر الماء الزيت والملح هنا الزيت هي كستع الزيت كالكمية اللي استعملتها أنا درس دو تياغ تا زيت عادي مع نكمل تياغ هادك بزيت الزيت اللي ما يحبش نك هادك زيت الزيت يقدر يستعمل كامل هادك الكاس بزيت عادي احنا يا دقيق استعملت 1 كيلو تا دقيق ونزيد له 1 ضر هادك تا الفارنة يعني يقول أبي بخي كي تستعمل 1 4 كيسان تعال دقيق تستعمل وزر كيسان تعال فارن اضيف هادك السكر و هادك الخميرة و بيان شوغ الملح تخلطوا كامل المواد الجفة اللي راهية عندكم نخلطوها كامل هنا يا مليح ونزيد ونضيف لها هادك الكاس تعزيل ونحكوها بيان مع هادك الزيت أنا يعني شاد التليفرون باليد دونك راني نخلط فيها ابي بخي الإسانسيال هنا يتحكوك مليح هادك المواد الجفة اللي راهية عندكم لفاقي نضيف الخميرة السكر والملح مع الزيت تخلطوها بيان بيان دخلو كامل المواد مع بعضها أبخي باش تلموها بهذا كلمة وددو تعجلوها شوية فقط ودخلوها ترتاح بعد ما ترتاح لكم تمك باش نضو ونقسمو لها جينتان ابقوا معايا باش تشوفوا الفيديو موسيقى هنا بعد ما طابت شكتوك التعنا نفرغوها في تبسي كبير يكون غامق ولا تبسي اللي يكون عندك هنا باش تخلوها تبرد لكم مليح باش لازم باش نستعملوها تكون برد تخيط خيبيا هنا زد جبت كمية الزيتون باش نزيدها الداخل مع الحشو اللي رو عندنا مع الزيت ثاني نستعملوه باش نحلو طبقات الكسرة ديالنا هنا الكسرة كيف تقسموها لازم تعرفو تقسموها بالتساوي يعني تديرو عدد زوجي صوار 4 ولا 6 ولا 8 ولا زوج خبيزة ولا لسانسيال اي خبزة تكون الطبقة الثانية التحت تكون اكبر من الطبقة الفقانية دونك هنا در 3 بول كبار مع 3 بول صغار الصغيرة هي اللي نديروها من الفقا والكبيرة هي اللي نديروها من تحت هنا كنت استعملت زيت باش نحلها مباشرة ابخي كي جات وعرة شوية في اللعنت حا دونك جوت ورقة تا بابي كويسة درتها باش نستعملها باش جيني سهلة وما عم طيبتها بيها دي غاك تهمو هنا تحلو طبقة التحكم اللولانية الكسرة التحكم تديرو الحشو ديالكم تديرو كمية لا بأس بيها مديرو شوية مد كتروش بزاف باش ماشي تنحل لكم ولا تجيكم تقيل بزاف وتعمروا الطبقة الاولى وترحوا تحلو الطبقة التانية وتغطي بيها وشوفو كيفاش تغلقوها هنا يعني تجيبوا هذك الطبقة تحطوها فوق الطبقة اللي راهي فوق البابي كويسة ابخي تغلقوها تجيبوا بعدو يغلقو ابخي في الطياب كان اللي تكسر لهم كان اللي تنحل لهم كان اللي تقول لك أنا هذك لعفخص كامل تبدأ تخرج لي من الجوانب هذي طريقة سهلة بسيطة وتتضمن بها بلي لعفخص تخرج لي منا منا وهنا طيبوها بال البابي كويسة اللي عنا استعملتو طيبوها به مش تحو تقلبوها في الطاجين جوست في الطاجين وتعدو سنحل بابي كويسة نان طيبوها بالبابي كويسة وددو ابخي تخلو بابي كويسة وددو طيبوها للجهة الأخرى وللقيتوها محمارة لكم مش مليح من جهة معليش قلبوها أشاك فو قلبو شوية 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 طيب لكم مليح مليح هنا ما تتقبوها ما تدلو لها وقلو وطيبوها نار قليلة مشي لها كما نقولون باش طيب الطبقة الحسنية في غردها والطبقة الفقانية ثاني الطيب في غردها ومعليش للي عندها معندها شطاجين عندها مقلة هدوك الملاح ولا عندها كريبيير ولا عندها طابة ولا معليش طيب فيها ما كاش مشكل كاين دوك مام كريبيير يطيبو كاملو تتبعو معايا الفيديو للاخير هنة بعد ما طيبت علي الدوكوتي وخليتها ديت تحمير شوية نحيت لعبا بيكمي سنتحة باش ما نخسر وش بزاف ورحت تستعمل فيه الخبزة التانية تانية وبيان سوف توجدو انجري ولا فاش تحبوها باش تبرد لكم لا محطوها مباشرة فوق البوتاجي ولا فوق سربيتة بس كو هاك داك تعرق داك انجري هاك شباك هادي باش تبرد لكم مليح 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 هنا تحمروها وتتأكدوا بلي راهي طيبة مليح من الداخل بسو نتخلوها بيضا ابخي هنا نقسمها معكم ونوري لكم وان شاء الله شاهدكم في الجنة وانتمنى ان شاء الله تجربوها ودخلوا لي لكومونتار بتاعكم وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعتها اليوم والروتين تاعتها اليوم واللي حب تخليلي اي تعليق ومارحبا بيها وان شاء الله نكون حفزتكم تاني ومديت لكم وصفات جد شهية وجد سهلة وغير مكلفة بكل عادة نحبكم بزاف وما تنسوا تشتركوا في القناة التاعية اعز ناس على قلبي بقوا على خير وتهالله وفيروحكم باي باي